أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر أهلاً بك يا مرينا أهلاً بك يا فرح مرينا لأنوان الحلق النهاردة إله الإسلام لا يعلم الغيب تصوري دي هل إحنا ممكن نتصور أن إله ما يعرفش الغيب أنا شخصياً ما تصورش أن الإله الحقيقي لا يعرف الغيب مش هيكون إله لأن اللي ما بيعرفش الغيب هو الإنسان طبعاً لأن ربنا إيه؟ ربنا كل حاجة حاضرة أمامه ما عندوش الزمن ما عندوش مواضي وحاضر ومستقبل كل حاجة قدامه قدامه يعني ففيش حاجة اسمها ما يعرفش المستقبل إن كل حاضر أمامه صح في آية في القرآن بتقول إيه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم تمام؟ الغيب والشهادة ودولا مختلفين عن بعض عالم الغيب اللي محدش يعرفه خالص والشهادة اللي الناس بتشوفه بيشهده هو عرفه برضه طيب في صورة الكافة واحد وعشرين سيقولون سلاسة رابعهم كلبهم الناس هيقولوا على أهل الكافة دولة كانوا ثلاثة رابعهم الكلب بتاعه ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب بيقولوا كلام أي كلام يعني بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ماشي علم ده لأنهم بين أدمين عاديين قل ربي قل يا محمد ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمر فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا أنا عايزة أعرف العدد هو إيه مدام تطرق للموضوع يا مارينة يبقى هو يقول أو بعدين يعني هو زرق الكلب في الموضوع ليه كل شوية تلاتة وكلبهم 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 مندخل الكلب في الحكاية يعني طب خلاص أنت دلوقتي الناس بتقول كده قولي أنت ده طب قولي أنت الحل يعني أنت حلها لو قلت أنت الحل هو خايفة أقولك الموضوع إيه هو فيه ناس فعلا عارفين العدد بجد لأنهم دي حكاوي كانت بتتقل زمان أو في التراث بتاعهم مكتوب العدد فهو مش عارف فاحتمال يكونوا كانوا بيمتحنوا يا مارينة فمش عارف هو تلاتة أولا كام قالوا أولو كام فقالهم تلاتة أولا أربعة وهكذا وبعدين قال إيه فيه آية هنا لفتت نظري دلوقتي قل ربي لا ويقولون سبعة واسا منهم كلبهم قل ربي أعلم بعداتهم ما يعلمهم إلا قليل يبقى فيه ناس إيه عارفة عارفة فهو مش عارف أنهي وحدة في دولة فقالك أضيعهم كلهم وأقول إيه إن ربنا هو اللي أعلم أوكي الله أعلم أقول今 بضبط م 귀 konuş بتحكيري الحكايات الآن دلوقتي استفدت إيه استفدت السلطة على النبي يعني مفيش حاجة أنا مستفدتش حاجة لم عرفتش الحقيقة هم كان على داتهم كام والكلب اللي كان تلتهم ول ربعهم ولا ثمنهم franc إلمfeito صح يعني هم ده بيقولوا ده بيقولوا ده بيقول طب قول إيه لا مش هقول لا مش هقول Lobby لا مش هقول ليه here لا يعلم إه طيب خلينا نشوف كمان يعني على نفس المنهج كده بيقول ايه صورة الكهف 25 ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله اعلم بما لبسوا له غير بالسماء والارض طب انت برضو نفس الكلام هم قاعدوا في الكهف 300 سنة وتسعة لا انتوا ما تقولوش كده ده الله اعلم طب مدام الله اعلم ما تقولنا الله اعلم قل لي ينقطع الوحي عن الرسول قل لي الله اعلم قل لي ما انا عارفة ان الله اعلم اي حاجة احنا عارفين ان الله اعلم بس انت طالما ما ذكرت القصة فحلي قاعدوا في الكهف قد ايه مش عارفين حل انت اللغز ده لا الله اعلم وسبنا خلاص طيب مش يمكن شعر الرسول ان ده فخ بيتعمله عشان يعرف هو جاي من عند الله ولا لا هي حكايات كانت حوالين الرسول ساعتها محدد دي اسطورة كهف وناس وقال 300 سنة طب مولين ممكن هل يا مارينا ما يكونش هما كانوا بيسألوه فحاسس انه حيتزنق في الاجابة فأي حاجة ما اعرفهاش دي لما سألوه عن الروح كل الروح من عند ربي ماهما طب انت ما احنا عارفين طب ما احنا عارفين الروح دي بتيجي من عند جران يعني ما احنا عارفين يعني ما اتجاوب لما حاجة مش قادرة افت فيها يعني لما حاجة بيعرف يفتي فيها زي الحيض يسألوناك على المحيض يفتي فيها وخلط برده يفتي فيها حاجة تعرفها كده يلا اقول اللي هي مشاهدة بالعين او بالكلام انت يعيشة بيجيلك الحدد دي ايه مش عارف ايه كده سألوناك عن الجبال يروح من جاوب في حتة تانية سألك مش عارف ايه جاوب يعني بس بيجاوب او يعني ايه اه اجابة يملأ الورقة الورقة الروح عدد سنين من كانوا خمسة ولا ستة لا دي مش الله اعلم طيب لو رحنا لسورة اللقمان 34 يقول ان الله عنده علم الساعة حلو وينزل الغيث كويس قوي ويعلم ما في الارحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدر وما تدري وما تدري نفسه باي ارض تموت ان الله علي منخبير يا ودي يا خبير انت طيب بص يا مارين دلوقتي بيقول انه هو عنده علم الساعة ماشي انا ما عنديش مشكلة في دي ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام بزمتك في الدكاترة دلوقتي ما بيعرفوش ايه اللي في الارحام ده ولد وبنت هقولك وبيحددوله كمان هقولك غير الدكاترة الفراع انه كانوا بيعملوا اختبار بالامح والشعير اللي قبل محمد اه فراع سمعين عن طريق البول لو الشعير الاول يبقى ولد وكانت بتنجح على فكرة اه ولو النوع التاني هو عن طريق البول اللي ينمو الاول يحددوا من خلاله ده ولد ولا بنت ده مين ده قبل محمد بكتير ايوه يعني كانوا عابب يعرفوا اللي في الارحام فهو يقولك ما بيعرفوش ما في الارحام مين دلوقتي كل الناس بتعرف طيب انا السؤال التاني هو ما تدري نفسه ماذا تكسب غدا بزمتك دلوقتي محدش بيعرف هو حيكسب ايه غدا لما يتجر غير التجارة انت موظف بتاخد كذا في الشهر عارف مرتبك مرتبي قدي كده انا حكسب الشهر الجاي تلاتين مثلا دولار عارف ان انا حاخد كده انا حبيع قلبة السامنة دي بقدي كده فهكسب بيها كذا بكرة حيجي الناس يكسبوها يشتروها فكل واحد عارف طيب ايه يعني ده عند العلم الساعة طيب وما عنده العلم يعني وما تدري نفسه باي ارض تموت هل دلوقتي ملاش دلوقتي من زمان مش عارفين ان فيه واحد ينتحر يقولك انا حموت في الحتة الفلانية يطلع فوق الجبل ويحاول يموت نفسه او يرمي نفسه فهو عارف انه حيموت في الحتة الفلانية الساعة كذا وواحد بيقولك انا مش هموت غير في السريري توديني بيتي انا عشانة عموت في السريري بيعرف انه هايموت في المكان يعني دي حاجات يعني ناس كتير عارفة هي بتموت في انها عرض العلم ايوه العلم دلوقتي الاطباء دلوقتي ساعات لما يكون مرض خطير خطير بيقولوله ايه والناس اكثر ملحدين يعني يقولك طب انا ممكن ان تدوني بقى الحقنة انه خلص تخلص على حياتي عموت الرحيم اه يدوني حقنة خلاص انت هتموت دلوقتي اه ما انا عارف ان انا هموت دلوقتي وانا اللي طلبت طب ما هو يعني ايه المشكلة في دي ليه ايا زيدي ان الله بقى ان الله عليم خبير يا خبير خبير ليه يعني شايفين ان المكتوب في الاية ضد العلم في الوقت الحالي عارفة كمان ان الارصاد يا مارينا بيعرفوها دلوقتي اكي يقولك انا انا شخصيا بخش كده على التليفون اه ده الساعة كذا هيبقى فيه مطر ده المدة اسبوع قدام لا وكمان انا مش هنشل الغسيل دلوقتي ليه الساعة كذا هتمطر والساعة كذا هتوقف بدوكي المدة اسبوع قدام انت الاخبار الجوة يكون ايه بالزبط بالزبط فصورة الانفال بقى 65-66 بتقول ايه يا ايها النبي حرد المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائة عين وان يكن منكم مائة يغلبون ألفا من الذين كفروا بانهم قاموا لا يفقهون صدقوه عشرين يعين يروحوا حربوا اتهزبوا عشرين هيحربوا متين انا على فكرة انا مش ضد الفكرة يعني لو فعلا الاله الحقيقي قال ان عشرين هيغلبوا متين ولان هو بيحرب معهم عشرين هيغلبوا متين وحصلت في الكتاب المقابل وعشرين هيغلبوا متين لان هو قال لان هو قال اعطى قوة العشرين ان هم يقدروا يغلبوا بنتين لكن لان همش الاله الحقيقي راحوا تهزموا راح بعد كده الاية اللي بعدها تقولك والان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا يبقى دلوقتي ايه العلم لا غير كده يعني انت هم بيحربوا بقوتهم هم مش بقوتك انت يقولك الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا ما كنتش تعرف ان فيهم ضعف في الاول مثلا يعني انت ما كنتش تعرف الان مش عارف راح غير لهم بقى الارقام قالك ايه فان يكن منكم مئة صابرة يغلبون مئتين وان يكن منكم الفا يغلبون الفين باذن الله والله مع السابرين يبقى الاول اعطاهم يلا عشرين هيغلبوا مئتين اتهزموا هم بص يا سامي كنتش عارف ان فيكم ضعف وديني عارفت ان فيكم ضعف خلاص بلاش عشرين يغلبوا مئتين خليها ايه النسبة تبقى مئة وصاد مئتين مش عشرين وصاد مئتين طب ازاي في سفر القضاء مارينة ربنا قال لي جدعون يلا لم الناس وليش رب الطريقة دي كده جيبوا على جنب بقى 300 300 واحد بس الحرب وانتصروا وياريت حربوا خافوا الناس تجري اول ما شافتهم بالظبط قال لهم انتو مش هتعملوا حاجة غير البتاع اللي هتخطوا فيها النهور دي واتق هتخبطوا ملكمش دعوه دخلوا موجودة في جماعة موجودة في سفر القضاء الاصحاء ستة دي مش محتاجة بس حتى يعني اللي هيعملوا كده عدد قليل جدا 300 قدام جيش 300 فرض بس ربنا عزل الالفات اللي كانت موجودة قال لا دولة ده ابعدهم عشان ما تنسبوش الامر لانفسكم الانتصار لقبليكم فانا سيبوني بقى ايه انا حوريكم علشان بعد كده محددش يتكبر انا الاله القدير خدوا بالكم هاتلي دولة هاتلي دولة 300 يلا اعملوا ما تمسكوش سلاح ولا حاجة اعملوا بس خطة كده على الجرى خلص الموضوع وفعلا حصل وانتصروا انتصار هربوا الناس هربت وخدوا بقى كل الحاجات بالظبط كده فده هو حب يقلد هو حب يقلد اه ما نفعش هو دايما يقلد مش بتلت اه يعيني ما الله ما يعرفش ان الاعداد انهزموا يعني هم انهزموا رح الله خفف عنكم يعني وعلم ان فيكو دعا طب في حاجات تانية مارينا بخصوص المواضيع دي ان الله ما يعلمش لما سألوه على الروح كتير اه كتير ما مش هو انا دلوقتي بسألك كرسول ما نعرف ان انت مش عارف يعني ما انا بسألك كبشر انت مش تعرف صح ما فوت يجبني الاجابة لأ ان الروح من علم ما انا عارفة طب ما تقول صح مش عايز تقول لي ما احنا يعني السؤال ده هو مهم يعني يبين ان انت رسول ولا لأ وش عادت كان بيتضرب لما يسألوه شو قاله ما يعرفش رؤم مش هو اللي بيتضرب الله بيقوله لو سألت السؤال ده تالي انه حجيل منك النبوة اه اه خلقة انت كده تفتح وتفتحش الباب ما تفتحش الباب بتاع تاني لاني انا كده بحروح اللي بيهدده اه وهنجاية هنعملها في حلقة يعني في حلقة جاية هنعملها مش اللي جاية على طول بس في حلقة هنعمل فيها ازاي الله كان بيهدد محمد بالنبوة انها تتشال منه لما يتكى عليه يعني ويسأل اسئلة طيب في حاجات تانية خلينا نشوف كده في صورة الصفات الصفات 147 اه في صورة الصفات بس ايه خلينا نفهم انه يعني نقول للناس الكلام هيكون على ايه دي في صورة الصفات كان بيتكلم على يونس سيدنا يونس ان يونس الاية 139 بتقول وان يونس لمن المرسلين طيب لو جينا على الاية 147 عدوا بقى الايات انا بجيب لكم ان الكلام كان على يونس وارسلنا يعني على يونس بن قصين الى 100 الف او يزيدون ايه يعني ايه 100 الف يمكن كده يمكن كده التفسير في الطبري الطبري قالك هيه ده بقى الله هيقول او او مش لا مستحيل ربنا يقول كده استنى مع الدل مع الدل او او عملها ايه وارسلناه الى 100 الف بل يزيدون برضو محلش المشكلة معايا استقام مشكلة يعني كلمة يزيدون دي هي اللي عمل لنا المشكلة فشل اقلض وحط شهين اه او يزيدون في تفسير الطبري بيقول فارسلنا يونس الى 100 الف من الناس او يزيدون على 100 الف طبعا انا استفدت يعني انا هتفدني بايه الاركاب يا فرح ما تقول 100 الف وخلط اقول لي الرقم وخلط ايه اقول 300 او زيادة زي ما انا احكي لك حكاية مثلا اقولك تقوليني اشتريتيها بكام دي اقولك بصراحة انا مش فكرة يا ام يامى بخمسين يامى بخمسين وزيادة يامى عشان ما بقاش كذاب عشان مش فكرة عشان انا مش فكرة لا عشان انا مش فكرة طب بقولك ممكن في حوالي ايه خمسين خمسين اكتر من خمسين شوية لان انا مش فكرة طب هولا الله مش فاكر او يزيدون مش عارف ابن كثير بقى قال ايه بيخلي المفسرين هيطلعوا من الكرسة دي ازاي قال ابن عباس في رواية عنه بل يزيدون بل يزيدون عمل وكانوا مئة وتلاتين مئة وتلاتين أو يزيدون وقولوا مئة ألف وعنه مئة ألف وبضعة وتلاتين يعني حاجة وتلاتين ده خلى المفسرين نفسهم يضربوا الودع يمكن مئة ألف وبضعة وتلاتين ألف وقال كمان طب ممكن ده ابن عباس اللي بيقول مئة ألف وبضعة واربعين ألف يعني كل واحد بينجم عادل المنجمين علشان هو ما قالش العدد النقطة اللي بيعدل الأخيرة عشان طبعا وقت كتير يا جماعة نحن بناخد بس شوية نقط يعني لكن كتير الكرآن ملياني خلينا سورة الأمراني 44 بتقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما أننا نقلب على عقيبه فلن يضر الله شيئا وسعيزي الله الشكرين هنا بيقولك إيه طبعا دي بعد ما أشيع الخبر إنه محمد مات لما كسرت ربعياته وشجر أشلوب كده فرحوا إيه الناس إيه بتدت محمد مات وكده فرح عمر أو أبو بكر أبو بكر أبو بكر قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتلة يعني هي ما كانش هي بيقولوا يعني هو قالها فالناس بيقول لا ده هو قال إيه اللي كان حافظه أنه القرآن ما حد هو معين في الشهود قالوا إحن عمرنا ما سمعناها بكده بس هنا المشكلة في إيه هل الله ما يعرفش محمد سيموت موت طبيعي أو يقتل فيقولك فإن مات أو قتلة هل الله ما يعرفش محمد كيف يموت مثلا طبعا يا مرينا هنا خلصنا الحلقة وعايزين نسأل المشاهدين يا مشاهدين هل إلهكم لا يعلم ولا سيبكوا كده ابن عباس وغيره وغيره يقول اللي عايزه أرجوكم شوفوا الحلقة تاني وفكروا فيها وشكرا يا مرينا ونشوفكم في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المجهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر